رابو سيكس ستحرك جداً سريع وهذا هو طوري المفضل في تاريخ السلسلة بسبب عشوائيتها سايبراتاك وهذا أيضاً طور جديد في اللعبة وقريب من طور عشاق اللعبة المفضل سيرشن ديستروي لكن بعكس سيرشن ديستروي يمديك تنعش أخوياك إذا ماتوا أكثر من مرة وهدفها فيك أنك تأخذ جهاز EMP وزرعه في الداتا سنتر حق خصمك لما تشيل جهاز EMP تقدر تعرف موقع خصمك لأنه يطلع لك رادار على اللي صار صغير يبين لك مدى قربهم منك ويقفهم بشكل سريع طور NVG هذا الطور يجعلك ترعب أغلب المراحل بالليل وفيه استراتيجيات جديدة تخليك تتحمس في هذا الطور لازم تلبس نظارات ليلية في أغلب وقتك حتى تشوف زين إذا دخلت غرفة فيها نور لازم تشيل نظارات الليلية لأن النور من اللمبات مرة قويب ويعميك وانت لابس النظارات هذا الطور رهيب لأنه يمديك تستقعد على الناس تقدر تلس داخل غرفة مظلمة وأول ما تشوفها حتى يدخل عليك شغله نور وعمه هو لابس النظارات الليلية وبشكل سريع على ما هو متلخبط كذا يمديك ترشه وتذبح برضو أغلب الأسلحة في هذا الطور فيها ليزر فلما تحدد يطلع لك خط ليزر كذا تشوفه قدامك فلازم تكون حذر متى تستعمل هذا السلاح ولا تجيب لك سلاح ما فيه ليزر فهذه النقطة مبدئيا كويسة حتى اللي ما بعارف يصوب في الليل ومو متعود على هذا النظام يتعود عليه مبدئيا ومعدين يقدر يشيله السبب الثاني هي قصة اللعبة طول القصة في هذا الجزء بيكون مختلف عن الأجزاء اللي قبل راح تلعب فيها في جماعتين الأولى وهم عسكريين تابعين للقوات البريطانية اللي معهم كابتن برايس وجماعة الثوار اللي بتلعب فيها بشخصية فرح ميزة هذه القصة بأنه مو كل شيء أبيض واسود فهي بتوضح لك أن الحرب رمادية وكثير من الناس فيها يشتغلون فقط لمصلحتهم اللعب بين العساكر المصلحين بأحدث الأسلحة بيعطيك الأفضلية وتنوع أسلحة كبيرة بينما اللعب الثوار بيحطيك موارد مرة محدودة وغالباً بتقعد تستعمل خطط وأسلحة مرة رخيصة يتوعد ستدي انفينيتي وارد بأن هذه الاختلافات راح تخلي طور القصة مرة منعش ويخليك تنوع من أسلوب لعبك بشكل مستمر دائما تكلمت عن أسلوب اللعبة دعونا نجي للسبب الثالث وهو التغييرات في أسلوب اللعب بعد فترة طويلة من عدم المخاطرة وارجعنا للفريق مع مخاطرة جديدة في تغيير أسلوب اللعب السرعة والتصويب بالدقيق موجودين حتى الآن وصار يمديك الآن تفتح البيبان بشكل جزئي أو بشكل مندفع الرسال صار يخترق الجدران وهذا غير قدرتك على تنبيل السلاح بشكل خفيف حتى تفتح لك المجال في تصويب كذا بزاوية معينة ومناطق ما كان يمديك تصوب منها من أول بالإضافة عندك طبعا النور مثل ما ذكرنا صار عام المرة مهم في اللعب حتى في طور القصة وصار يمديك تفتح البيبان وترمي القنبلة وتسك الباب وتخلي اللي جوا ينفجرهم في القنبلة وآخر شيء بأهمات القصة أنها ما راح تكون أغلبها خطية لأنه في مراحل باللعبة بتفتحلك المجال في اتخاذ الطريقي اللي انت بيه ممكن تكون مرة هجومي ومندفع ولا تجي بشكل مرة هادي وتتجسس وتذبحهم واحدة رغة ثانية السبب الرابع المحرك اللعب الجديد في هذا الجزء الجديد أفريق عمل على محرك جديد من تطوير انفينيتي وورد بولندي بشكل مفتح الستوديو كامل بس يساوون محرك جديد الميزات المحرك بهو أن الدعم أحد التقنيات مثل تقنية الفوتوغرامتري اللي عن طريقها يتم تصوير مجسم معين أو شخص ويتم نقله داخل اللعبة بأفضل صورة ممكنة وطبعا مثل أغلب الالعاب الحالية هذا الجزء رح يدعم تقنية الريت ريسي أصوات الطلقات وغطاء الرصاص لها وزنها ويكون موجود في العالم ستلاحظوا بلنا غطاء الرصاص لها أصوات مختلفة إذا ضرب في الأرض أو صقع في السيارة ستسمع صوتين مرة في 2000 في لغطاء الرصاص وهو يصقع برضو استفاد الفريق باستعمال تقنية الريت ريسي حتى ينقلون فيها الأصوات بنفس الطريقة كمثال صوت الطلقات رح يتحرك وبتحس باختلافه إذا كنت جنب الشخص اللي يطلق الرصاص أو لما تكون مقابلة أو لما تكون خلفها هذا غير أن الأصوات تخسلف إذا كنت تطلق في كناها نفق أو كهف سبب السادس اللي هو اللعب المشترك هذا أول جزء كيف دوتي بيدعم اللعب المشترك بين البلاي سيشن فورا الإكس بوكس وون والبي سي وهذا الشي بيكون أروع إذا كان يمديك تلعب مع أصحابك اللي معهم أجهزة مختلفة لكن حتى الآن ما ندري إذا يمديك ترسل لهم دعوات أو لا طبعا هذا الجزء برضو ما رح يقدم سيزن باس فكل الخرارات الجديدة والمحتويات الثانية رح تتوفر للكل ولا يصير فيه أي نوع من التفرقة بين جمهور اللعبة السبب السابع هو التطوير الموحد أو التلفيل الموحد بمعنى لو رفع ارتفع مستوىك في طور القصة وطلعت أشياء جديدة رح تحصل هذه الأشياء موجودة في طور الولاين ولو دخلت الولاين وطلعت كم سلاح جديد عن طريقها رح تتوفر هذه الأشياء في الأطوار الثانية لك بيتا موادر مورفير اشتغلت من فترة ورح تتوفر لنا فرصة في لعبها أكثر من مرة إذا لعبتوها وش رايكم؟ وهل عجبتكم التغييرات الجديدة؟ يعطيكم العافية على المشاهدة ومع السلامة